بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي فوائد صلاة الصبح أو صلاة الفجر الحقيقة هذه الصلاة هي الأكثر ثوابا وأهمية وصعوبة إنها صلاة الفجر لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الوقت بالذات لا بد أن هناك حكم عظيمة وقت النوم لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أذان الفجر في هذا التوقيت ماذا اكتشف العلماء أيها الأحبة العلماء يقولون أحبتي في الله في لحظات السرور عند حصول الإنسان على مكافأة مالية أو عندما يفرح بتحقيق أمر ما أو يتمتع برؤية منظر جميل كل هذه الأشياء ماذا تحدث في دماغك أيها الإنسان يزداد إفراز الدبامين المسؤول عن السعادة دراسة جديدة غريبة من نوعها أيها الأحبة تقول إن النوم ليلا يساعد الدماغ على التقليل من إفراز هذه المادة ليتمكن المخ من إفرازها في النهار أي أن المخ يقوم بإفراز الدبامين هرمون السعادة في النهار ليشعر الإنسان بالسعادة يركبه أثناء الليل ولكن الاستيقاظ المبكر قبل شروق الشمس يساعد على إفراز كميات كبيرة من الدبامين مما يساعد الدماغ على أداء عمله بكفاءة أعلى والتمتع براحة أكثر والصحة نفسية أعلى وسعادة أكبر الحقيقة يعني هذا من أغرب الأمور أن يكشف العلماء هذا الناقل العصبي بين الخلايا الدبامين العجيب يقولون كلما كانت كمية الإفراز للدبامين أكثر كلما كان الدماغ في حالة أكثر وكان الإنسان طيب النفس وكان الإنسان في سعادة وكان الإنسان بعيدا عن الوساوس وبعيدا عن التشويش والتعاسة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة انظروا كيف عبر عن هذه الحقيقة العلمية بكلمات رائعة كيف وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا ماذا قال أحبتي في الله عن هذا التوقيت عن توقيت صلاة الفجر قبل شرق الشمس قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد إذن أيها الإنسان الشيطان يربطك بثلاثة أربطة متينة أثناء النوم يضرب مكان كل عقدة ويقول لك هذا الشيطان عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ هذا الإنسان فذكر الله يعني أول شيء تعمله عندما تستيقظ تقول بسم الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تذكر الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت الله عز وجل إن حلت العقدة الأولى ولكن هناك عقدتان لا زالت فإن توضأ هذا العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ انحلت عقدة أي انحلت العقدة الثانية بقي عقدة ثالثة كيف هو الحل للتخلص من هذه العقدة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى انحلت عقدة وبالتالي انحلت العقد الثلاث التي كانت تربط هذا الإنسان وتقيده أثناء النوم والتي يضربها الشيطان على قافية رأس أحدنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد انحلال هذه العقد الثلاثة فإذا انحلت أي ذكر الله وتوضى وصلى ثلاث مراحل فأصبح نشيطا طيب النفس انظروا إلى هذا التعبير الجميل طيب النفس يعني تصبح نفسك طيبة هادئة بعيدا عن المشاكل بعيدا عن الهموم وإلا إذا لم تطبق هذه المراحل الثلاثة ذكر الله الوضوء الصلاة وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله أيها الأحبة الإعجاز الذي ينبغي أن نعلمه هنا ونحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة صلاة الفجر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأصبح نشيطا طيب النفس تماما كما يؤكد العلم الحديث أن من استيقظ باكرا قبل طلوع الشمس يؤدي إلى راحة نفسية عظيمة وحتى إن علماء في مجال علم النفس وعلاج الاكتئاب حسب دراسات أمريكية منشورة حديثا ينصحون المكتئبين أن يستيقظوا يوميا ويستفيدوا من طاقة هذه المرحلة الزمنية التي تتكرر في كل يوم والتي فيها طاقة غريبة أيها الأحباب نستفيد منها فيصبح الإنسان طيبا نفس نشيطا سعيدا بسبب إفراز هذا الهرمون الدبامين المسؤول عن السعادة لذلك أخي الحبيب منذ هذه اللحظة هل تبدأ بضبط ساعتك البيولوجية على الاستيقاظ لصلاة الفجر وتتمتع بنشاط أعلى وسعادة أكبر ونفس طيبة وأيضا تستجيب لنداء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه وأطيع الله وأطيع الرسول فنحن مأمورون بطاعة هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لمصلحتنا طبعا لأننا عندما نطبق تعليم هذا النبي الكريم نحن أول المستفيدين من هذه التعاليم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كلها ويقول بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله فحافظوا أيها الإخوة على صلاة الفجر في جماعة بالمسجد وأنتن أيتها الأخوات الكريمات حافظنا على صلاة الفجر في البيوت في وقتها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا دمتم بخير دمتم بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة انظروا كيف عبر عن هذه الحقيقة كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحى ماذا قال عن هذا التوقيت قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد إذن الشيطان يربطك أيها الإنسان يربط في كل مكان عقدة هذا الشيطان يقول عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله قال الحمد لله سبحان الله تنفك إحدى هذه العقد إذا ذكرت الله إن حلت العقدة الأولى ولكن ما زال هناك عقدتان فإن توضأ هذا العبد لله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن توضأ إن حلت عقدة بقي عقدة ثالثة كيف تنحل هذه العقدة قال عليه الصلاة والسلام فإن صلى إن حلت عقدة وبالتالي إن حلت العقدة الثلاث التي كانت تربط هذا الإنسان أثناء النوم والتي يضربها الشيطان على قافية رأس ابن آدم قال صلى الله عليه وسلم إذا انحلت هذه العقدة الثلاثة فأصبح نشيطا طيبا نفس ترجمة نانسي قنقر